أهلاً فيكم برج الحمل بدنا نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من بداية الشهر حتى آخر الشهر الخراعة مثل دائماً رح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس من نسبة لطاقة حبيبك أو شريكك عم شوفوا أكتر مركز على الأمور المادية حالياً بالذات للأشخاص اللي مش عم يتواصلوا مع بعض حالياً عم شوفوا مركز أكتر على وضع المادي بدوا يبني وضع المادي أنت أنت وهو هلاً الشخص كتير بيعتبرك سول ميت ولكن الشيء اللي عم شوفه وعم يسبب عائق تجاهكم هو هو ما في تفاهم بالتواصل بمعنى أنه التواصل بينكم كتير منيح وفي وفي انجذاب بينكم كتير منيح إلى أنه دائماً ما بيكون في مشاكل بينكم أو دائماً ما بيكون في بينكم نزاع بالحكي فأنت وهالشخص متلو كأنه ند بند أو راس براس أو كلمة بكلمة دائماً بيصير في بينكم نزاع أو مشاكل بالحكي أو مشاحنات بالحكي بالحكي عم شوفك أنت أيضاً حسيت أو فيه ممكن البعض منكم لأنك إن جرحت من هالشخص بالماضي عم شوفك مش كتير متفائل بفكرة الحب بالمستقبل لأنه أنت بتحس أنك انضلنت وإنت بدك نوع من العدالة تتحقق وبما إنه هالصف بخطواتك المستقبلية أو بشو رح يصير عندك بالمستقبل أنت عم تطالب بنوع من الجوستس وهالشخص عم شوفه مع إنه بيعقله الباطني بيشوفك على إنك سول ميت إلى إنه لسبب ما هالشخص فيه مثل يعني فيه إشي بديه يحكي لإلك وعم شوف إنه فيه حكي شوي حاد أو فيه حكي رح يكون كتير صريح بينك وبين هالشخص بس الطاقة بينكم يعني كتير نارية فنبين إنه أنتو أنتو هالشخص في عندكم مشاعر أو بتكون مشاعر كتير تجاب فيه عندكم باشن وشغف تجاه بعض طب إنه نشوف كروت توضيحية لهالشخص ليش دائما حاببت بيحس إنه لازم يكون دفاعي أو فيه عنده دائما وكأنه بيحب يخلق نوع من الدراما هالشخص ما هالشخص ما بيحب يخسر أبدا عم شوفه شخص كتير بيحب المنافسة أو مش بيحب المنافسة ولكن هو ما بيحب يخسر دائما يعني من النوع اللي دائما بيحب يثبت أنه نقطته أو كلمته هي الصحة ولو أحيانا بتكون على حساب حاله فنبين لي إنه هالشخص أيضا اللي عم تتعامل معه شخص كتير عنيد ما بيحب يتنازل ولو على حساب كرامته يعني بعقله الباطني دائما بيفكر فيك بيحاول إنه يرجع العلاقة اللي بينكم أو إذا أنتم منفصلين بيحاول إنه يرجع معك ولكن مش عم يتخذ خطوة في هالموضوع يعني ممكن هالشخص يموت ولأنه يقوم بالمبادرة الأولى تجاهك أو هو اللي يحكي معك لأنه هو بده يثبت نقطه ولكن من جوة عيس هالشخص لأنه هو أساسا بده إياك وبده التواصل بينكم يتصلح أو يكون مثل الماضي ولكن يعني مستحيل يقوم هو بالخطوة الأولى أو إشي مثل هيك أيضا ممكن هالشخص عنده خوف من الرفض كتير عالي بيخاف إنه ينرفض بيخاف إنه إذا إجا حكى معك أنت تصده أو ترده أو ترفضه وبعدين يعني ما بيحب يبين كشخص أحمق أو إشي مثل هيك أو إنه يعني ما بيحب يجي على كرامته هالشخص طيب بنا نشوف للبعض منكم اللي عم يطالب على الشخص أو بده نوع من الجوستس أو بده حتى موازنة بالأخذ والعطلة لأنه ممكن أيضا أنت تحس أنه أنت اللي عم تعطي أكتر من هالشخص بنا نشوف بالمستقبل لأنه مبين أنه بالمستقبل فيه عندكم رح يصير تواصل ولكن التواصل ممكن يكون مش كتير إيجابي لا فيه حب ومشاعر ولكن التواصل اللي بينكم أو الحكي اللي بينكم ممكن يكون فيه شوي مشاحنات فيه شوي مجادلات فيه شوي عتاب عتاب اللي صار بالماضي أنت وهالشخص بس هالشخص عم عم يحاول يعني يستخدم طاقة الجذب لأنه يجذب تواصل بينكم أو حكي بينكم طب أنه نشوف بالمستقبل أنت وهالشخص طبيعة التواصل اللي بينكم لأنه أنت هون أيضا نبين أنه أنت مش كتير متحمس لها الفكرة أو رافض عروض حب عن تيجيك سواء من هالشخص أو من شخص آخر بالنسبة ل Queen of Wands رح يكون فيه أيضا بداية جديدة بدنا نشوف البداية الجديدة رح تكون مع هالشخص أو مع شخص جديد طيب ما عم شوف أنه رح يكون فيه ارتباط جدي مع هالشخص أو زواج أو خطوبة لأنه هالكارت بيحكي عن أمور تقليدية يعني connection بيكون كتير تقليدي وهو إجا مقلوبه أنا عندي الدك يعني ما فيه كروت مقلوبة بس بما أنه طلع هيك عم شوف أيضا علاقتكم رح تكون أو في المستقبل علاقتكم رح تكون مش بالطريقة التقليدية يعني ممكن يصير فيه عندكم أنت وهالشخص عم شوفك أيضا أنه هون ممكن أنت تفكر أنه بدك تتحرر من مبادئ ومفاهيم أنت كنت ملتزم فيها أو كنت متآمن فيها لأنه أيضا هاي ورقة روحانيات فممكن فيه إشياء أنت عم تبعد عنها عم تحس أنه وطلت تتفيذك فعلاقتك مع هالشخص غير تقليدية ومبين أنه أنت يعني في جوه راسك أو في تفكيرك الداخلي عم تشوفها كتير كتير مرهقة كتير مرهقة عقلية لإلك يعني أو حتى جسديا بتحس أنه كترة التفكير فيها كتير هلكتك التواصل بينك وبينها الشخص كتير فيه عوائق طبعا بيختلف من شخص لآخر أنت بتعرف شو هي العوائق اللي بينكم للبعض منكم ممكن تكون أنت بعلاقة أخرى حاليا ممكن يكون الشخص اللي أنت عم تتعامل معه بعلاقة أخرى حاليا أو ممكن تكون العوائق فقط أنه ما حدا مستعد يتنازل أو ما حدا مستعد يقوم هو بالخطوة الأولى لأنه عم شوف كتير عم شوف كتير مشاحنات بالحكي وإنت وهالشخص ويتي مثل ما بنحكي أو شخص بيفهم دائما كل إشي على الطاير فصعب أنت وهو صعب أنك تفوز مع هالشخص بنقاش لأنه دائما بيكون في عنده رد دائما بيكون في عنده جواب دائما بيكون في عنده إشي يناقش فيه أو إشي يعود عليك بالحكي إلى أنه أنت مش كتير متحمس لها الشخص البعض منكم أنت كتير أو ممكن تكون مش متحمس لعروض حب جديدة يعني ممكن تكون أنت مع أشخاص جديدة ولكن مش كتير متحمس لعروض حب جديدة سب بدي أشوف أنا بما أنه فيه تواصل رح يصير للأغلبية منكم بدي آخر إشي أوضح حقيقة مشاعر هالشخص لأنه مبين أنه هو من جواب الفعل بيحبك هالشخص أو يعني بيعتبرك سوالميت ولكن في عنده مشاكل بالإيغو أو بكرامته أو ما بيحب يتنازل هالشخص فبدنا نشوف هو ليش مش عم بيقوم بالخطوة الأولى أو ما هو السبب اللي هو مش عم يحكي فيه معك بعض الشخص من جوا قلبه مكسور مشان هيك مش عم يحكي معك قلبه مكسور ممكن يكون أيضا عم يحاول يخلي الأمور تيجي بطريقة عفوية ما بده يغصب أي شي ممكن يكون أيضا بيشوف أنه أنت بتنظر له على أنه طفل أو بتنظر له على أنه غير ناضج فهو مكسور قلبه من جوا أيضا ممكن يكون المادة أو العامل المادي سبب في أنه مش عم بيقوم في الخطوة الأولى ممكن هالشخصة بيحس أنه غير متمكن ماديا مشان هيك ما في عنده الثقة الكافية أنه يحكي معك أو يقوم بالخطوة الأولى بيحس أنه هو مشان هيك طاقته كانت أنه مركز على الأمور المادية حاليا بتوقع أنه أغلب تركيزه على الأمور المادية مشان يبني ثقته بي حاله ممكن أنت وهالشخص في بينكم كتير اختلاف بالوضع المادي مشان هيك وهو عم بيحس أنه بالدريث بتحاله من الناحية المادية كحبايا ببرج الحمل بتمنى القراءة تكون في عدتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطني لايك وكمنت شير وسبسكرايب مشان الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا